اقتباساً من صديقي وزميلي محمد دسوئي رجدي وعمل حلقة مع أستوزة فريدة سمها المرأة الحديدية فعجقواه شفت الحلقة برافوها دسوئي دا نمر واحد وطبعاً يا بغتك يعني سبقتنا برضو بس ماشي احنا عايزين نتكلم على النهاردة وتنصيب الرئيس وعايزين نتكلم على الست سنين اللي جايين الوقت دايق اه هو دايق اللي زي ما كنت بقول لكم في المقدم أستوزة فريدة كتبها صحفية كبيرة طبعاً نائبة طبعاً أستوزة فريدة زي ما كنت بقول لكم كده هي أول سيدة مصرية تترقص جلسة افتتاح البرلمان أو مجلس النواب المصري منذ نشأتي وحتى الآن وبالتالي بما أن احنا أول مجلس فإحنا إذن أستوزة فريدة تبقى أول نائبة تترقص البرلمان في تاريخ العمل للبرلماني العربي منورانا شكراً زي حضرتك الحمد لله كله تمام كله تمام الحمد لله النهاردة كنعمل إزاي النهاردة كان يوم رائع أنا عايزة بس أقولك على حاجة أفكرك أنا يمكن أتلالك قبل كده أنا أول الرئيس السيسي مشاورنا عليه قبل ما نعرفه حتى أيوة مجرد أنه هو طيلة وعرفنا ما تفهمش الشعب المصري أنت عارفنا لهش كتالوك هو قلنا هو ده من 35 إلى 40 مليون مظبوط يعني قال كلمة أنا يعني استخدمتها وبستخدمها لغاية النهاردة وهي دي اللي خلتني رهنت قلت برقابتي الراجل ده هيعمل حاجة تانية من مصر قال إن الإرادة المصرية لن تعلوا عليها إرادة أخرى وأنا والله العظيم يعني ساعات بحس كده أن أنا في حتة زكاء صوانطوطة كده كتير يعني لو أنا مثلا قادرة حدم الدين حريتي كنت قلت له إحنا بنكمل معاك المشوار وأنا كتبت ده بنكمل لأنه هو ورانا قد إيه اللي عملوا لمصر في فترة وجيزة جدا ورسم لنا النهاردة في الكلام بتاعه رسم المستقبل المستقبل إن مصر كيف ستكون مصر بقى كيف ستعود مصر إلى مكانها ومكانتها اللي هي البلد اللي فيها تكلم عن الشباب تكلم عن المرأة تكلم عن التعليم تكلم عن الصحة تكلم عن الصناعة تكلم عن الفن دي على فكرة خطيرة كلامه عن الفن النهاردة يعني هو مصري أصيل معجون كده بالمصرية صحيح ولأنه شايف إيه الدور المصري لازم يرجع تاني وبعدين هو إحنا شفنا شفنا قد إيه هو إنسان شفنا قد إيه في المقساة بتاعت غزة أنا جيلي طبعا جيل عواجيز وقضية فلسطين بالنسبة لنا حتة من القلب يعني أنتو كمان الجيل بتاعكو بس دي بالنسبة لنا إحنا فضيع حكاية لما هو ييجي يعمل فيه يقول لك الجماعة إياهم دول اللي أنت عارفهم هو إزاي مصر بتحاربش قلت لهم مصر عملت أكبر حرب ممكنة إنها منعت التهجير هو دي مش حرب طبعا هو لازم الحرب تبقى بخنابئ لما الحرب ممكن تبقى بموقف شكرا شكرا